خلونا نروح لطنطا المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إجراء تحقيقات عن المعلومات اللي تم تدولها في مواقع التواصل الاجتماعي عن مستشفى حميات طنطا المعلومات دي قالت إن المستشفى بقت مأوى للثعابين والعقارب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كانوا تدولوا معلومات عن وجود عدد عدة مخالفات في مستشفى حميات طنطا والمخالفات دي بتحتاج للتحقيق منها نشوب حريق هائل على مساحة ألف متر داخل صور المستشفى وبعد كده الحريق امتد داخل المستشفى كمان البعاء الجائلين بيستغلوا أجزاء كبيرة من المستشفى في تخزين عربياتهم وحاجاتهم لغاية ما المستشفى تحول إلى مأوى للحشرات والثعابين والعقارب على حد قولهم رئيس هيئة النيابة الإدارية قال إنهم حاليا بيحققوا في المعلومات دي هل هي صحيحة ولا لا وهيتم فتح تحقيق موسع عن الواقعة وهيحسبوا المسؤول عنها أيا كان مكانه في حالة التأكد من صحة المعلومات خبر غريب للغاية